موسيقى مجزنا لهم الأخبار يأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية أعلنت مصر أن صفارتها لدى الكيان السهيوني ستتواصل مع سلطات الاحتلال لتقصي حقيقة التقارير عن مقبرة جماعية لجنود مصريين أحرقتهم قوة الاحتلال السهيوني أحياء في حرب عام سبعة وستين تسعمائة وألف وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إنه تم تكليف الصفارة المصرية لدى الكيان السهيوني بالتواصل مع سلطات الاحتلال لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا والمطالبة بتحقيق لاستضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلاة تخوض عائلات أصدقاء معتقلي الرأي في المغرب لجانب عدد من المتضامنين معهم إضربا جماعيا عن الطعام لمدة 24 ساعة تزامنا مع عيد الأطحى المحتفل به في المملكة اليوم الأحد ذلك في خطوة رمزية للفت انتباه المسؤولين إلى استمرار مطلب الإفراج عنهم قالت عائلات وأصدقاء معتقلي الرأي في المغربي إن هذه الخطوة تأتي لما لهذه المناسبة من رمزية تلتأم فيها العائلات في حين أن عائلات المعتقلين محرومة من هذا الاجتماع بذويها الموجودين خلف القبان بسبب القمع الممارسي ضدهم من طرف سلطات المملكة المغربية في فلسطين المحتلة يواصل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم التسعين ومئة على التوالي رفضا لجريمة الاعتقال الإداري هذا ويواصل رائد ريان ند السبعة والعشرين عاما إغرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الخامس والتسعين على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري داخل سجون الكيان الصهيونية قتلت تسعة عشر شخصا في إطلاق نار خلال الليل من السبت إلى الأحد في سويتو أكبر بلدة تاريخية في جوهانسبيرغ حسب ما أفادت الشرطة في جنوب إفريقيا فيما وجه الرئيس السيري لراما فوزا تعليمات للأجهزة الأمنية لتوقيف الجنات في أسرع وقت ممكن عد الهدوء نسبيا إلى شوارع عاصمة سيري لانكا كولومبو بعد إعلان الرئيس ورئيس الوزراء التنحية من منصبيهما أداءت الخارجية الأمريكية السلطات في البلاد لاحتواء الغضب الشعبي ومعالجة الأزمة القائمة هذا اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين أن القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية قد ساهمت في الإضطرابات الأخيرة في البلاد كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيبحث مع القيادة السعودية رفع امدادات النفط إلى السوق العالمية وخفض أسعارها أضف بايدن في حوار مع صحيفة واشنطن بوست أن زيارته المرتقبة نهاية الأسبوع القادم إلى السعودية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتعاون مع المملكة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة ختم الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة